القبضة على المزيعة إنجي حمادة بطلت فيديو المطبخ اللي ظهر في الفترة الأخيرة على منصات السوشيال ميديا وأساء حالة من الاستياء عند ناس كتير جدا على السوشيال ميديا فيديو المطبخ اللي حضراتكم يعني أكيد عارفينه واللي ما يعرفوش طبعا هنعرض جزء كده منه لحضراتكم اللي ظهرت فيه إنجي حمادة اللي بتقول على نفسها مزيعة مع قروان مشاكل اللي بيقول على نفسه بلوجر أو تيك توكر أو يعني شخص بيقدم محتوى على السوشيال ميديا الاثنين ظهروا مع بعض في وضع مخل في المطبخ أطلق عليه فيديو المطبخ بعد ما عمل حالة من الجدل كبيرة جدا في مصر وفي العالم العربي كله أخيرا الأجهزة الأمنية ألقت القبضة على إنجي حمادة هنكشف لحضراتكم إيه هو اسمها الحقيقي الفلوس اللي كونتها بالملايين من خلال إدارتها لشبكات دعارة وهنعرف كمان السروة الكبيرة اللي جمعتها من خلال هذا النشاط المنافي للأداب وهنعرف هي اسمها إيه ومكيمة فين وإيه قصتها والسجل المشرف لها كل التفاصيل هتكون معنا النهاردة ولكن طبعا لو حضرتك مهتم تتابع معنا التفاصيل أستأذنك اضغط لايك واشترك في القناة علشان دايما يوصل لك كل جديد سماح مصطفى عبد الفتاح من موليد 1975 اسمها ده الحقيقي بعد كده أطلقت على نفسها إنجي حمادة طبعا إنجي حمادة من 2004 وهي بتدير شبكات للدعارة وشؤة بتستقطف فيهم البنات اللي بيكون عندها ميول إن هي تتخذ الطريق ده وبتبدأ تقدمهم لرغيب المتعة الحرام وبالفعل قدرت على مدار السنين دي كلها تكون صروة كبيرة جدا من الدعارة ومن إدارتها لهذه يعني الشبكات ومن هذه الحاجات الغير مرغوب فيها والحاجات المنافية للأداب طبعا يعني من 2004 لغاية دلوقت 19 سنة بتشتغل في المجال ده لما تم ضبطها من الأجهزة الأمنية من يومين تقريبا لقوا معاها سبع أقراص ترامدول وتمول مخدر وأقرصة يعني أو أقراص من المواد اللي بتستخدمها أثناء العلاقة يعني الغير مشروعة اتضح إن هي عليها أضايا كتيرة جدا زي أضايا مخلة للأداب طلعت مسجلة أداب أضايا مخدرات اعتدت على موظفة حكومية قبل كده مش بس كده كانت مقيمة فترة من الفترات فروض الفرق ويعني الشقة اللي كانت موجودة فيها كانت بتسرق قاربا من المال العام وكان عليها أضايا برضو بشأن هذا الموضوع وكانت متزوجة من شخص أصغر منها في السن بكتير جدا طبعا يعني سبب تعرفها على مروان مشاكل إن هي بدأت عاوزة بقى تداري وتعمل سطار على النشاط المنافي للأداب اللي هي بتشتغله فقررت إن هي تفكر يعني فكرة شيطانية شوية إن هو أنا هبقى من صفوت المجتمع علشان ما حدش يشك فيها ولا حد يشك في النشاط اللي أنا بديره والحاجات المؤرفة اللي أنا بعملها بدأت إن هي تشتري هوا على إحدى القنوات زي قناة الحدث اليوم والصحة والجمال وبالفعل اشترت هوا وبدأت تعمل برنامج لها وكالعادة يعني واحدة زي كده مجبوهة مش هتستضيف غير اللي شبهها لأن الطيور على أشكالها تقع فبدأت تستضيف أشكال مروان مشاكل والناس اللي بتطلع تستهبل على السوشيال ميديا لأن للأسف يعني في الفترة الأخيرة بقى الاستهبال ده وقلة الأدب والمسخرة يعني بيجيب مع بعض الشباب والفئات المراهقة الحاجات دي بقى بتجيب معاهم وبالتالي بيقعدوا يتفرجوا عليها وبالتالي الناس دي بتحقق مشاهدات وبالتالي فلوس وشهرة كبيرة جدا من هذا يعني السفه ومن هذا الكلام اللي ملوش أي 30 لازمة خالص طبعا بدأت تستضيف مروان مشاكل ويعملوا مع بعض ترندات وهمية مرة وهو يقول لك دي بقيت مراشي وهو يقول لك ده بقى زوجي ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل وبقى الترند وحديث سوشيال ميديا بقى لهم شهور كتيرة جدا للأسف يعني الواحد عنيب يعني بتتغمى أو بيبقى مغم يعنيه تماما لما بيدخل في عالم الشهرة وفي عالم الفلوس وفي عالم ان الناس تشاور عليك وتقول ده معروف لو ما قدرتش تتحكم في نفسك في الوقت ده هتلاقي نفسك بتعمل حاجات غلط كتيرة جدا وانت مش واصق من نفسك او انت مش واخد بالك وده اللي عمله قروان مشاكل وانجي حمادة لما صوروا فيديو مخل ليهم داخل المطبخ وكانوا بيحضنوا بعضوا بيبوسوا بعضوا بيعملوا اوضاع مخلة ويعني حاجات ما ينفحش تظهر اصاد الكاميرات واصاد الناس على السوشيال ميديا يعني وده اللي خلى الفيديوهات دي لما نزلت عملت حالة من الجدل كبيرة جدا في كل وسائل التواصل الاجتماعي في مصر وفي العالم العربي كله علشان كده بعض المحاميين الشرفاء بدأ ان هما يقدموا ضدهم بلاغات وبالفعل الاجهزة الامنية والنقب العام استجاب وبدأ ان هو يلقى القبض على انجي حمادة وزي ما قلت لحضراتكم تضح ان هي بتمارس الدعارة وبتدير شؤق للدعارة ويعني شؤق مشبوهة على مدار سنين كتيرة من حياتها تضح ان هي مسجلة دعارة ويعني عندها اضايا كتيرة جدا زي ما ذكرت لحضراتكم مخدرات احتدت على موظفة وكانت بتسرق قهربة وبتدير شؤق دعارة قدرت على مدار السنين دي كلها تكون فلوس كتيرة جدا بالملايين فيلا في منطقة النخيل في اسكندرية شؤق في القاهرة والجيزة اراضي الزراعية على طريق اسكندرية الصحراوي وطريق مصر اسمعالية يعني قدرت ان هي تكون فلوس كتيرة جدا وشؤق واراضي زراعية وحاجات تقدر بالملايين كل ده من ادارتها لشبكات الدعارة وان هي كانت بتستقطب الناس يعني راغبها راغب المتعة الحرام طبعا للأسف الشديد يعني بشكل او باخر الناس كلنا عامة بنساعد في انتشار الاشكال دي وبنساعد في انتشار يعني الافكار والترندات الوهمية اللي هما بيتحقوا بيها مش هنقول بقى علينا لا على الاطفال المراهقة والشباب الصغير اللي بيكونوا فاكرين ان الكلام ده حقيقي وان قروان مشاكل ده طالع بيتكلم كده عادي ولكن هو في الحقيقة طالع بيستهبل وبيسوق الهبل على الشيطانة لان هو الكلام ده اللي بقى بيجيب مع الفئة دي من الشباب طبعا هي دي نهاية اي حد يعني هيفكر يعمل اي حاجة منافية للأداب هيفكر يعمل اي حاجة مش كويسة علشان يتشهر على السوشيال ميديا وخلينا اقول لحضراتكم دايما ان السوشيال ميديا سلاح زو حدين لو قدرت تستخدمها استخدام صح هتوصل وربنا هيكرمك وتحقق نجاح كبير جدا وبالذات لو انت عندك موهبة انما لو استخدمتها استخدام خاطئ زي ما عمل قروان مشاكل وعملت يعني انجي حمادة اللي هي اسمها الحقيقي سمح مصطفى عبد الفتاح هتوصل والنهاية هتكون انك هتتحط في السجن وهيتحكم عليك بسنين كتير جدا انجي حمادة بعد ما اعترفت وقالت كمان ان قروان مشاكل مش جوزها على الرغم انه كانوا طلعوا في اكتر من فيديو وهو يقول لك دي مراتي وهي تقول لك ده جوزي والاوضاع المخلة اللي كانوا بيظهروا فيها مع بعض يعني ما توحيش بكده نهائي اعترفت وقالت ان هو مش جوزي وانا ما يشرفنيش ان واحد زي ده يكون جوزي وانه ما بيعرفش يعمل اي حاجة خالص واننا طبعا يعني بما انها واحدة متمرسة في مجال الدعارة فالموضوع ده بيكون عندها هو ليه اولوية كبيرة جدا طبعا ربنا يحفظنا ويحفظ حضراتكم وللأسف الكلام ممكن يبان يعني قاسي او كلام شديد شوية اللي احنا بنتكلم في كلام زي ده وعذروني انا والله مش جايب حاجة من عندي يمكن باعرض المصادر لحضراتكم من موقع دستور وقرار 24 وموقع اليوم والسابع والوطن كل المواقع نشرة عن الموضوع ده لانه هو حديث السوشيال ميديا وفيه فئات كبيرة جدا من الناس يهمها تعرف الاشكال دي نهايتها بتكون ايه وفيه ناس طبعا من الاطفال الصغيرين والشباب المراهج اللي كانوا بيتابعوهم على امل ان هم حاجة كبيرة بالنسبة لهم يعرفوا حقيقتهم ويعرفوا ان اللي بيمشي في الطريق الشمال بتكون اخرته السجن وبتكون اخرته ان يتحط في ايده الكلبشات ربنا احفظنا ويحفظ حضراتكم وما تنساش تشاركنا برأيك يعني تقول لي ايه رأيك في اللي حصل ده وهل هي دي فعلا النهاية الطبعية لأي حد يسلك الطريق ده وهل هي فعلا دي النهاية الطبعية لأي حد يمشي في الطريق الشمال منتظر اراح حضراتكم وما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد شكرا لكم سلام اشتركوا في القناة